رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو فكرة إجراء انتخابات مبكرة وذلك في الوقت الذي تجمع فيه آلاف الإسرائيليين في تل أبيب للمشاركة في احتجاج مناهض للحكومة تظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية نتنياهو منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي يوماً تلو الآخر يزداد الغضب في إسرائيل تجاه رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو ففي أحدث تطور في الشارع تظاهر الألاف في تل أبيب للمطالبة برحيل الحكومة الشرطة الإسرائيلية اعتقلت متظاهرين أمام منزل نتنياهو في قسارية خلال تظاهرة للمطالبة بإسقاط حكومته وعقد صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس المظاهرات الجديدة جاءت في أعقاب مؤتمر صحفي لنتنياهو أكد فيه مواصلة الحرب وإجراء عملية عسكرية في رفح المكتضة بالنازحين كما قلل من شأن صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس نتنياهو شدد على أن إسرائيل لن تخضع للضغوط الدولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين وعند سؤاله خلال مؤتمر صحفي عن الدعوات داخل حزب لكود الحاكم لإجراء انتخابات مبكرة فور انتهاء الحرب في غزة أكد نتنياهو أن آخر ما تحتاجه إسرائيل الآن هو الانتخابات هذا وأظهرت استطلاعات الرأي التراجع شعبية نتنياهو منذ 7 أكتوبر الماضي والذي أشعل فتيل حرب مدمرة في غزة أودت بحياتي نحو 30 ألف فلسطيني ودمرت معظم البنية التحتية في القطاع وسائل أعلام محلية ذكرت أن المتظاهرين الذين بلغ عددهم بضعة ألاف كانوا أقل بكثير من المشاركين في الاحتجاجات الحاشدة التي جرت العام الماضي رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو يتعرض ائتلافه لانتقادات متزايدة من خصومه السياسيين بسبب طريقة إدارته للحرب في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر حيث طالب المتظاهرون في شوارع تل أبيب بإجراء انتخابات مبكرة للإطاحة بنتنياهو ترجمة نانسي قنقر